السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام متابعين الأعزاء أهلا وسهلا بيكو في فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناتي وقناتكم البسيطة المتوضعة اللبات تي في والنهاردة جايين نتكلم في موضوع كان أصار جدل على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في الكاميوم الأخيرة وهو طلع خبر مقتل الحكم الجامبي بكاري جسامة اللي حكم مباراة كرة القدم بين فريق المنتخب الجزائري وفريق الكاميرون واللي كان متحامل بصراحة بصراحة شديدة كان متحامل جدا على المنتخب الجزائري في هذه المباراة خطأ أخطاء جسيمة وتغادى عن أهداف صحيحة للمنتخب الجزائري وهذه الأخطاء وهذه الهفوات هل هي عن قصد أم هي ذلات وأخطاء مثل أخطاء الحكام في كل ملعبنا دي حاجة بينه وبين ربه وربك هو الوحيد اللي يعلمها ولكن في الفترة الأخيرة وهو بكاري جسامة مشهور عنه أنه هو حواليه شبهات يعني واحد يقولك بياخد رشاوي واحد يقولك مش عارف بيعمل إيه المهم يعني فيه شكوك حواليه أنه هو كان واخد رشوة أو كان فيه حاجة مدبرة لإقصاء منتخب الجزائر ولكن هو مش ده موضوعنا موضوعنا وهو أن فيه خبر نزل على السوشيال ميديا وفي الإعلام وفي الصحف واليوتيوب كتب والصحف الجزائرية كتبت وده يرد وده يقول خبر مقتل هذا الحكام بباريس وعلى يد مشجعين جزائريين طبعا أنا مش جاي أتناول الخبر وأتكلم عليه أو جاي أقول صحته من عدمه طبعا هو الناس كلها عارفة أن دي إشاعة أطلقها بعض الجزائريين اللي موجودين في باريس صور فيديو أثناء تواجد أمني موجود في باريس وكان فيه تقريبا واحد من الأفارقة قتل يعني كان فيه مشجرة أو حاجة الله أعلم أنا بحكي الملخص اللي أنا شفته من خلال السوشيال ميديا واللي قريته في يعني الانترنت الكم يوم اللي فاته ولكن بعض الإعلاميين المصريين بعض الإعلاميين من جامبيا بعض الإعلاميين الأفارقة وحتى من الفيفا ردوا قالوا أنه هو بكالي جسامة بيتمتع بصحة جيدة وأن دي كلها أخبار مغلوطة وغلط وأن دي كلها شائعات ولكن مش ده موضوعنا يعني أنه هو مات أو ما ماتش أو قتل أو ما قتلش مش هو ده موضوعي وأنا مش جاي أتكلم في هذا الموضوع أنا جاي أتكلم في ردود فعل بعض وحط تحت بعض دي خمس ست خطوط عشرين خط الجماهير الجزائرية المتعصبة تعصب شديد بعض الجماهير الجزائرية المتعصبة تعصب شديد إحنا مصر خرجت من كاس العالم برضو يعني كان فيه أغلاط من الحكم كان فيه ضغوط من الجماهير السنغالية كان فيه ضغوط غير طبيعية كان فيه إرهاب بيعملوا للعيبة بيرهبوا اللعيبة عشان يخوفوهم في الملع المغرب تعرض كذلك في الكنغو لمضايقات شديدة جدا آه صعد هو المغرب صعد لكاس العالم ولكن أنا بكلمك على الأجواء اللي عاشتها المنتخبات أجواء أشبه بأن لو خسرت أو كسبت هتيحصل فيك وهيعمل يعني تخويف تخويف لللعبين وضغط نفسي على اللعبين وضغط عصبي على اللعبين ورغم كل هذا خلاص تم إقصاءنا خلاص اه الاتحاد المصري لقرد القدم قدم احتجاج والفيفا بتنظره هي أمور طبيعية جدا عشان يسكن الشعب يعني عشان يهد الشعب لأن الشعوب للأسف ما بقاش في حاجة تفرحها دلوقتي غير الكورة ولكن للأسف دلوقتي الكورة بقت سبب في وجود أحقاد الكورة خلتنا عيوننا يعني بص نغم عيوننا عن كل شي عن أي حاجة في الحقيقة الكورة الكورة خلت جوانا حقد دفين لبعضنا الكورة خلقت بيننا اختلافات رهيبة بسبب الكورة فأنا جاي تناول الموضوع يا جماعة أنا لما دخلت وشفت مقتل بكاري جسامة على يد مشجعين جزائريين اتصدم اقسم بالله صدم عارف زي مواحد صدمت كده لا مش د الدرجات دي مش ممكن احنا اتقابلنا في مباراة فاصلة بين مصر والجزائر كانت معمولة في المدرمان في السودان شفنا كمية الغل اللي جوه الجزائريين قلة منهم مش كلهم شفنا المشجعين اللي كانوا بعتنهم لنا يعني شفنا كمية الغل والحقد اللي جواهم والسلاح وارهابوا اللعيبة وارهابوا الجماهير وارهابوا 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 وعمر ما واحد طلع قالك ده احنا هنقتل ونموت ونعمل ونسوي اتقاسينا وخلاص ويبقى الشعب المصري والشعب الجزائري اخوات وحبايب ويبقى الشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب المصري وكل الشعوب العربية وحدة وحدة لا تفرقهم كورة اللي صدبني في الموضوع لما دخلت اشوف هي تعليقات بعض الجزائريين التعليقات اللي كتبينها ايه الشماتة دي ايه الشماتة دي شماتة في الموت دنة دنة اللي هو الاسلام لم يشرع الشماتة في الموت الا في حالات عينة في حالات محددة انك تشمت في الموت جزها يعني يجوز انك تشمت في الموت في حالات معينة اثناء حرب انت بتحارب مسلمين بيحاربوا كفار فبتفرح تفرح بموتهم اثناء الحروب عشان توصل الرعب بالبيت الجنود اللي انت بتحاربهم في الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم جالوا احد الصحابة قالوا يا رسول الله ادعي على المشركين بيأزوك ادعي عليهم قالوا والله ما خلقت لعانا يدعي لهم بالهداية يدعي لهم بالهداية شوف اخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم واحنا في شهر رمضان شهر معظم وتخش على التعليقات تشوف خليني اشوف انا معاكم وطلع لكم بعض التعليقات على الشاشة نقراها مع بعض ونشوف قد ايه وصلنا قد ايه وصل الحقد فينا بسبب كورة قد ايه وصلت اخلاقنا بسبب الكورة هل هذا حب وطن؟ والله ما حب وطن افرح لموت انسان عشان اصله حسب دي كون وما حسبش ده جون الحكام بتغلط في كل دول العالم ماردونا ماردونا مش جاب جون في كاس العالم بايده واتحسب الترجي نادي الترجي انرامه في النهائي افريقيا مع الاهلي جاب جون بايده واتحسب وخده البطولة لا انسان وارد انه يغلط وارد وارد انه يكون خاد رشوه وارد مش بقولك انا مش باعفيه من الخطأ او باعفيه من انا معرفش ولكن اللي عرفه ان ما يمكنش الواحد يشمت فيه ما يمكنش الواحد يشمت في موت ما نبقاش كدة دنا ما امرناش بكده انا مش بقولك انا شيخ وبعملك فيها لكن والله 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 حزنت لما دخلت في التعليقات وشفت اسمعوا معايا التعليقات خلينا نشوفها مع بعض التعليق الاول بيقول واحد جزائري كاتب ان شاء الله يكون الخبر صحيح الظالم المرتشي الله لا يرحمه التاني يارب يكون الخبر صحيح خلوه عبرة وجه الغبار ده ولا وجه الغيار ايه ده يارب يكون الخبر صح وسأتبول على جثته والله لا يرحمه لا حول ولا قوة الا بالله والله فرحت حسبتهم قدوه من الدنيا قادوه من الدنيا لا حول ولا قوة واحد اخر هو كذب يعني هو بيقول ان الخبر كذوب يعني بيكذب الخبر اما كان قتلوه المرتشي ما يقول عليهم اما في الحق كان يموت في الجزائر اما في الحق كان يموت في الجزائر قتلوا شعب الله غالب خلوه يكون درس لغيره الله لا يرحمه يعني ده واحد بيقولك المفروض كانوا قتلوه في الجزائر حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله بص بق شوف يعني التعليقات اللي انا قلتها دي في منها كتير جدا 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 ولكن شوف عشان ما تقولش ان انا يعني متحامل عليهم او يعني لا والله اقسم بالله لا انا صدمت من التعليقات ولكن دخل واحد جزائري برضو جزائري منهم كتب ايه بقى دي الحقيقة بقى يعني شوف قال الحقيقة بشكل مختلف قال هذه اماني النفوس المريضة وهي بالملايين عندنا سليم العقل والقلب يفضل خسارة كل الالعاب مجتمعة ولا تزهك روح انسان ولا تزهك روح انسان ينعلبوها كرة ينعلبوها كرة القدم التي تصنع هكذا احقاد واختلالات عقلية تحية ليك والله العظيم تحية لهذا الجزائري تحية ليك لخص الكلام كله لخص الكلام كله فعلا زي ما فيه قلة فيها هذا التعصب فيه ناس عاقلة فيه في الجزائر صوت العقل اهو مش كده خصنا نكون اعقل من هذا كرة قدم واتقص من قص صعد من صعد في النهاية كرة في النهاية رياضة والرياضة هي الاخلاق الرياضة هي الاخلاق ازاي نوري الاسلام ازاي انا نوري اسلامي للناس شوف النبي ازاي اقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رفض رفض يدعي مش يشمت رفض يدعي على المشركين المشركين اللي بيأزوه رفض يدعي عليهم احنا مش انبياء ما بقولش احنا ولكن نقتدي به نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم الله يهدي الجميع لا حول ولا قوة الا بالله شكرا كان لازم اعلق على هذا الخبر وهذا الموضوع واتمنى من كل الناس اللي بتشاهدني وبتسمعني تقول لي رأيها تنزل في الكومنتات تقول لي رأيها في هذا الموضوع وشايفة ازاي ونتمنى لكل المنتخبات العربية والافريقية اللي موجودة في كأس العالم ان هي تأدي بشكل وبصورة كويسة ان شاء الله وعلى رأسهم منتخبنا منتخب وطني المغرب الحبيب شكرا لكل متابعيني وشوفكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى جديدة وشكرا على دعمكم وشكرا على تعليقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته